السلام عليكم شبيبان ان شاء الله تكونوا بخير كاين ديز اتوديان اللي فارماسيو اللي ما محتاف البيولوجيه اللي قالوا لك وقارد حكينا على تجربة عكتال ميموار وتاسود ناس وكيفاه نخيرو وش نحطو في السلايد اللي نبرزنتيو بهو نهار الاسود ناس نحطو كاين وحايد اللي مقرأوش اللي ميتودولوجي مالا مرونش كيفاه يرتبوا الاخر البرزنتاتيون نحكيو شوية على كيفاه نخيرو اللي نحطوهم من ميموارطة ولا عارضة اللي فيها تسعين ولا اكتر من تسعين صفحة سماوش تخير منها بحس تبريزنتينا رسوت ناس ونضيرو مبتية ديمونستراتيون هكا مثال صغير عمالي كشغول نعطو كيفاه تبريزنتي وفي غير ميزور نشح لكم بليف ولا وش لازم نهز ولا وش لازم نهز بو رح نديرو لأكزمبل مستوحة من الميموارة اللي خدمناها رح نديركم كشغول مثال هدا ليحكي على الابليكاسيون دي ميكرو نوايو دون الإفاريوازيون د الاكتفيتة انتيميتاجينيك مستوحة هدا من التام تعنا أول حاجة لازمني نديرها به نعرف وش نحط في البرزنتاتيون تعي وش به نسوتني هي اني ناناليزي التام تعي يعني نجبد الموكلي تعي نهزو مثال المثال هدا لي قدتكم عليه لابليكاسيون دي تيست دي ميكرو نوايو دون الإفاريوازيون دي الاكتفيتة انتيميتاجينيك هنا في التام هدا العنوان هدا عندي فيه تروى موكلي عندي الكلمة تا أبليكاسيون وعندي ميكرو نوايو وعندي اكتيفيته انتي ميتاجينيك هادو اللي تخوى موكلي هما اللي راح نجبد من خلالهم الشي اللي لازم نحطوه في البريزنتاسيون تاعي احكي لكم شو يا برك في عجالة هكالا تام هادو شمعنا باتفهموني كيف راح نخدم العفسات تاع الموتاسيون هادي طافارات الوراثية اللي تصرا في الجنوم لفريقونس تحان قدرون هبطوها بدي سبستانس لنسميهم دي سبستانس انتي ميتاجيني عندهم اكتيفيته انتي ميتاجينيك الاكتيفيته هادي كيفاه يدرسوها يدرسوها من خلال مجموعة تاعي تست لنسميهم دي تست دي جينو توكسيسيتي لمبيناتهم هادا التست تاعي ميكرو نوايو دانك هادية الفكرة للعامة تاعي تاعتام احنا يوش راح نديرو حننهزو التست هادا تعليميكرو نوايو ونابليكيوه باه ندرسو الاكتيفيته هادي انتي ميتاجينيك تاعي سبستانس دوني احنا يرسانسيا نجربو هادا التست ونشوفو اسكو يصلح ولا لا 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 وفي طريقنا ابعدا يلا هنشوفو هادي للا سبستانس شغول للاكتيفيته تاحا فاماكولوجيك انا الكلمة انتي ميتاجينيك والاكتيفيته انتي ميتاجينيك كشغول بهيكون تخمام تاعنا منطقي تسلسول منطقي بارسكي يدرسوها تبدا من انتي ميتاجينيك نباللي حنندرسوها با انتست الانتست دي ميكرو نوايو ووالا حننبليكيوه فاليتود تاعنا كنقول لنا يهى انتي ميتاجينيك سا فزير بالليغة دا نحكي علا كما قلنا علا دي ميتاجين دونك الحاجة اللول اللي لازمني نحكي عليها لازمني نهزها من الميموار تعيي مثلا هي الميتاجين راح نحكي على التعرف تاحا نحكي بار اكزمبل لتب تحال نوع تحالي كيني ونحكي علا كيف حتى تصرالي كيف حتى تخرجي الميتاجين هيه بار دي زاجان نسميهم دي زاجان ميتاجان لازاجون ميتاجان هادو مثلا هما يطلعوا لفريقونسة للمutation ولا للمutation كيف حنا ينديرو لفريقونسة للمutation هادو نقسم لاباريسون تحهم هادي نديروها بار دي زاجان نسميهم انتي ميتاجان دونك راح ندير نشبد من الميموار تعيي وش معنها انتي ميتاجان وش هما لازاجان انتي ميتاجان نحكي علا دايز اكزمبل ولا انواع منهم ونحكي بار اكزمبل لازافة فارماكولوجي كيف حتى يديرو الاكتيفيتات مسمي الميكانيزم داكسيون دونك هادي كي نحكي علا الكلمة المفتاحية اللولا تاانتي ميتاجيني دونك شايفين كيف ها من العنوان نجبد الامور الاساسية اللي متعلقة بالكلمة هاديك ونروح لها للميموار ونجبدها ونحكي عليها بختصار بانسيو مش حنز الديتاي كامل دونك هادي كلمة اللولا الكلمة تانية هي تست داي ميكرو نوايو كينقول تست داي ميكرو نوايو قلنا هو تست داي ميكرو نوايو البلا小 repeating ايه من البلاد пад amdyo تااني من الجميل تست داي ميكرو نوايو هادا نحكي عن البرنسيب نذهب للميموار نجبد منها التست ونجبد منها التست نحكي عن البرنسيب نشرحه نذهب للمود المود الابليكيش تستيقى 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 ابقى انساء لكن نقوم بمثل الآخر البرنسيب ونقوم بمثل الآخر البرنسيب كم قررت اخيق المضبل نقوم بمثل اضافة نبقى فالطريقة بطريقة هذي رحين تجبدو وش لازمكم تحطو في الموكلي كل الموكلي تجبدو الأشياء اللي تعاون الجيوري ولا تعاون حتى للناس اللي قادين يسمعو لكم أنهم يفهمو شو خدمتو يفهموش قادين تديرو تجبدو الكلمات اللي عندهم علاقة بالمصطلحات دولا الكلمات المفتاحية وتبدو الخدمات عكم ترتبوها نروح ودكال الترتيب كيف نرتبو الانفرمات هدو كامل شوف أجماعة في الريدكسيون ميديكال سا فدير توسكية ميديكال ريدكسيون ميديكال سوى تكون باركسيون سيونتفيك ولا تكون مثلاً برزنتاتيون أورال في جورنة في سوت نص تكون ميموار إكري ولا حاجة أي حاجة عندها علاقة بالريدكسيون ميديكال رح تتبع نستركتور بيان بريسيز الستركتور هدي أونيفرسال يسمى عالمية للغاشي كل يمشي بها كبه الإنسان اللي يكون يسمع ولا يكون يتبع فيك يقدر يتبعك بيان ويقدر يفهم الخدمة تاعك بيان عندها وحد الترتيبك منطقي دونك هاد الستركتور هدي سميوها إمراد إمراد يا نرمال ما يعمر دي بصحة سهلاً يسميوها إمراد شوال به تجي سهلاً لحفظها هكا دونك عندي إي أم أر دي إمراد إي إنترودكسيون أم ماتريال الميتود أغ ريزولتات ود دي إسكوسيون شتو الشي هدك اللي جبتوه من خلال من خلال العنوان والإنفارماسيون هدو اللي حددتوهم بيهترحوا تسهلوهم الميموار رحين توزعوهم على لكات بوان هدو لكات كلاس هدو لسنميوهم كما حبيتو بون هناك فحين تعرفوا شو الحاجة اللي تحطوها في الإنترودكسيون وشو الحاجة اللي تحطوها في اللي غاستماتريال الميتود لغزولتات ديسكوسيون بين بالصح كثتتعرفوا وشو الحاجة اللي تحطوها في الماتريال الميتود فوجما توزكي خدمة تاعك أنتا يعني براتيك يعني الخدمات تاعك في اللاب ولا إذا كنت مثلا تتعطو بار إكزمب ستاتيسيك ولا حتى تكون خدمت بار إكزمب تاع دوسي تاعليم دول حاجة كما كان يسنسي خدمتك أنتا مشي حاجة تيوريخ خدمتك أنتا راح تتكلاسيها على توزحها على الطروة الأخرين اللي هو الماتريال الميتود غزولتات و ديسكوسيون هادو ثلاثة متعلقين بالكوتة براتيك بصح تسكيه تسكيه تيوري تسكيه تسكيه دي ديفينيسيون ولا بخينسيب ولا حاجة تعجبتها من الببليوغرافي حاجة دلتها بار مشي خدمتك أنتاية اللابو هادو راح تحطها في الانتروديكسيون دونك في الانتروديكسيون راح تحكي على تحط ديفينيسيون تعلق الموكلة كما شفنا هنا يموتاجين موتاجين انتيموتاجين ويستعبو الخدمتاك بان فلانتروديكسيون كان زوج حواجه وحد اخرين مهمين بزاف لانتغي ووش معناها دوكنتاية اللابوغرافي لازم تكون عندو محل من الإعراف في مثلا في خارطة دومان ميديكال كيف يفيدني هذا التام قيمة المضافة مثلا المثال التام هو الانتروديكسيون لانقدمتو جدد لاناليز ويسهل ويسهل فهذا عندو الانتغي كبير من هذا لتستقي الانتغي تحتام تحتام هذا الانتغي المثال دومانتا الانتغي دومانتا الانتغي دومانتا الانتغي ندرسهم أو نركز عليهم في الفلاتي فعليح حتى خيرت اني ندير تستدي ميكرو نوايو وما خيرتش مثلا واحد اخر خيرت اني ندرس الانتغي ميتاجينيك حاجات عندك سؤال وحبيت من خلال خدمة تصل انك تحل الاشكالية من خلال خدمة وعندك الانتغي 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 من خلال خدمة من خلال خدمة حاجة اخرى في الانتغي من خلال خدمة من خلال خدمة تحضل وحاجة الانتغي ترتيب الانتغي لا أعلم كيف يسمونها لكنها تعمل في شكل انطنوار تبدأ من فوق كبيرة و تبدأ صغر و تبدأ من الواسع و تبدأ تبريسي حتى توصل الوبجيكتف ستبدأ بالانتغي تعمل حاجة عامة في عميين يومين 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 و تبدأ يومين 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 فهذا من الكنسر هادا غال مثلا فيه بلزيور اتاب اتاب هادو كينا اي اتاب كلي هي المutation المutation هادو يكوزيوهم ديزاجون مسميوهم ديزاجون متاجن يفيرون ديتيب كينا لفة كنترار تحهم اللي هو افة انتي متاجن اللي هو نو permet ديمنير لفرقنس ديزاجون 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 اي بوي نروح نحكي لهم مثلا على التست ديزاجون غالب اللي هادو لزاجون انتي متاجن نقدرو نعرفوا الاكتيفيتات تحهم باقل بلزيور تست اللي نسموهم دي تست دي جينو تكسيسيتي اللي من بيناتهم التست دي ميكرو نوايو هنا ينحكي لهم عالبرنسيب مش عالابليكاسيون عالبرنسيب تا التست اسما في الليني ديركتري سوشي قولو في الشتبانة فاماكوبة ولا فلوسي دي ولا حاجة فانسيب تا التست دي جالب والاب اللي تدير هكا ودير هكا ودير هكا بلا ما تحكي على الابليكاسيون تا عالك انتي اللي دلتها في اللابوراتوار دونك احنا ينحكي وراء كوته تيوريك جالب والاب تست دا الفرنسيب تاعو تسوفي مثلا اللوجيكسيف تاعنا هو وعزوش تا تحكي على الاهداف تاعك من خلال الخدمة هادي دونك لزا انفورماشيون هادو كامل سوف ترطبهم بالطريقة هذه في الانترودكشون تبدأ من الحاجة العامة اللي تبين من خلالها شوية لانتاغر سوف يفهم بلية الوحدة عفوالا صح حدثتها مادة مهم وتبدأ تمشي بالوحدة 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 حتى توصل لهم للوبجيكتيف سوف نرحو الماترية للماترية الماترية للماترية الماترية مش حسيتي كل شيء تكونوا بارك خدمتوا بخوايج بزاف انتا تحت جس تتذكروا بارك للمهمية الاساسيين اللي خدمتوا بيهم شغل هكا كامثيلة بارك ديمتها مش بزاف الماترية هم اللي يهموا الماترية سوف يزيغ الخدمة تاعك لزا طب كامل اللي درتهم بالترطيب المنطقي بالترطيب اللي يخلي الانسان اللي قاد يسمع فيك يفهم الخدمة تاعك يستوعب وش درت ويتروح للبارتي غيزولتا في الغيزولتا ركزوا هنا يا جماعة غيزولتا مش رح تشرح في الغيزولتا رح تسيتي بارك يعني رح تذكر بارك قال وش خرجنا وش خرجنا بيان شوية تستقلوا مثلا ان كان عندك دياغرام ولا حاجة بهاك يتبوا معاك شي الديتايل اللي مذكور لتما في الغيزولتا يقدرون بعد يفهموا لها ديسكوسيون في الغيزولتا سيكون رحين تسيتي و بارك ما كومش حين تحلوا ولا رحين تشرحوا ولا تحطوا دايزيبوتاز الشرح هذا وتعالي حتاجات هذي وتدخذ يكون سبا هكا حكاياها كالي كامل جي في البارتي تاع الديسكوسيون مش في الغيزولتا رحين تذكروا في الديسكوسيون رحين تناقشوا لغيزولتات اللي قلتوهم وبينسر توجو عندكم في الخربي مع الكونكوليزيون الإسانسيال هي الاستركتور تاع غيداكسيون ميديكال انتخبارانتاز نحطركم انشاء الله في الديسكريبشن بوكس اللي ينتع الكور تاع ميتودوروجي تاع غيداكسيون ميديكال اللي كانت عامنا اللي عام اللي قبلنا اللي ورانة الإسانسية لقيتوا في الموقع الموقع الأول الدراسة في الجزائر وقرأتوا مفيد بزاف مختصر ومفيد تفهموا بيها ويجب بزاف شغل عفسها كاليهلي ندلو میتات دемонستراتوا في هكا صغيرا باتشوفوا كيف حطيت هدو العناصر هد بان والا باتشوف ه ديول اتكו هد لا page تقارد حياته ديول افلية يعني مفقره public تاتاتتا مميتشتر فاكولتاي يمتشتر من دائرة باتングون نظرة نستعب تهكما وقد أتخدى المقادرة في مبلو في سنة أخير ملكاً أخير أفضل المصرحات نساني سنة نحن ملكاً بياسر أشتري أمود ترجمة طريقة مدانية قليلاً أمودم والاشر جير جة وشر جنارون أحمد السلام عليكم احمد الله وبركاته احمد نحن 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 نكمل أمودم بإمكاننا نحن 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 صنع لإستيقاء الدخول المثالية. في هذا المهم يعتبر إضاء العمل المثالية وبالتسابية الأمر هنا ى بالتحكم النساط القناة وقصدت لهذه الصلاة سأتتخل لنا البرمقار في أولاً في التحكم المثال سلح نتتحدث عن بعض نساطق عن حالياً ونطنع بعض نساطق وبما يفكرون ما يفضل dans notre travail et on va parler on va vous expliquer les étapes de notre travail ce que nous avons fait on va citer les résultats que nous avons obtenus et puis on va les discuter et on va terminer par une petite conclusion وزامة سيبتاو بلانتراضيشن مثلا le conseil représente la deuxième cause de mortalité au niveau mondial selon l'OMS il est connu que l'apparition d'une cellule cancéreuse est le résultat d'un processus multi-étape dont la mutation représente une étape clé ces altérations ces altérations permanentes de la fréquence d'ADN sont par exemple divisées en deux grandes catégories des mutations ponctuelles des mutations chromosomiques donc là on va parler un peu 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 qui ont des mutations ponctuelles chromosomiques ces altérations là ces altérations de la fréquence de la séquence pardon l'ADN entre parenthèses ces altérations sont causées par de façon provoquée par des agents dits mutagènes comme par exemple je vais vous citer quelques exemples ces agents augmentent la fréquence d'apparition de ces altérations mais heureusement il y en a d'autres agents dits anti-mutagènes qui vont diminuer qui sont capables de diminuer la fréquence cette fréquence et leur activité leur activité est évaluable par exemple là on peut l'étudier par des tests qu'on appelle les tests de génotoxicité si t'es par exemple dans l'OCDE ou la H1 il y en a pas mal de tests par exemple il y en a l'essai de mutation reverse maintenant il y a le test des comètes in vivo il y a l'essai d'abérations chromosomiques et il y a le test des micronoyaux in vivo chez la souris sur les électrocytes de mammifères le test choisi par notre équipe qui est le principe ce test consiste à introduire une substance connue mutagène par par exemple injection intrapéritoniale avec par exemple l'administration d'une substance mutagène par gavage par voie orale par exemple à l'intérieur du corps de la souris il y aura des modifications par le stade de l'érythroblaste normalement il y a le cytoplasme et le noyau seulement mais lors de l'administration d'une substance mutagène l'apparition de ce noyau qui sont des éléments de chromosomes ce qui va se passer c'est que lors de la transformation d'un érythroblaste en un érythrocyde polychromatique PCE le noyau va s'expulser il y a normalement la physiologie le noyau va s'expulser mais le micro noyau lorsqu'il est là il va persister dans le cytoplasme il ne va pas s'expulser donc l'intérêt ou le principe de ce test est d'observer ces cellules ces érythrocydes polychromatiques PCE l'économie micronucléaire c'est à dire les fibromes le micro noyau on va les observer sous microscope optique on va calculer leur fréquence par exemple dans 2000 PCE et puis on va calculer le rapport par une formule une formule de Gébertéol de ce fait par exemple l'objectif de notre travail est par exemple de valider ce test c'est aussi on veut par exemple étudier l'effet anti-mutagène d'une substance donnée on va essayer d'évaluer cette activité pharmacologique c'est une substance qu'une substance qu'à moyenne bon passons par exemple la partie pratique nous avons utilisé comme matériel bon pur truc nous avons utilisé par exemple des souris albinos c'est un microscope optique des solutions et des colorants que nous avons préparés dans notre laboratoire des seringues pour des injections et tout et des balances des balances analytiques et il a fait il y a une nécessité ou quelques quelques faisons comme le matériel mais je ne suis pas juste le souhait le mouhimi et voilà le test nous avons l'appliqué par exemple par l'étape la première étape qui est le traitement c'est à dire l'administration de nos substances ces souris-là qui sont des souris de souches suisses maintenant des souris de souches suisses de poids homogène de sexe féminin selon le tableau suivant par exemple l'administration de la substance Y la substance X par voie par exemple orale ou la IP pendant une durée de 5 jours 2 jours je ne sais pas la sable 1 et puis à la fin nous avons effectué des prélèvements justement l'étape deuxième il y a l'étape le prélèvement des prélèvements rétro-robites oculaires pour obtenir ou récupérer le sang veineux et puis nous avons fait des frottis sanguins que nous avons coloré selon la méthode de la coloration de Maigrenwald comme ça et puis nous avons observé ces lames après ces charges nous avons les observées sous un microscope optique et puis nous allons parler de les résultats après ce travail après ces étapes nous avons obtenu les résultats suivants nous allons démontrer dans cet histogramme c'est clairment observable que la série 3 de la categorie 2 est identique ou l'équivalent à celle de la categorie 1 la série 1 de la categorie 1 est beaucoup plus élevé par rapport à celle de la categorie 2 et là les gens nous allons commencer à vous allez vous avec vous et vous allez vous remercier les résultats que vous avez et vous allez vous abonner à la discussion et vous allez vous abonner à la discussion ces résultats peuvent être expliqués par deux hypothèses la première dit que la deuxième dit on va discuter sur l'échange et sur les résultats que vous avez et vous allez à la fin de notre travail on peut dire que nous avons pu vraiment valider ce test et nous avons pu maintenant étudier l'activité antimutagénique de la substance X ou la Y donc voilà je gouls à l'anab là on a l'objectif et merci pour votre attention donc c'est une petite démonstration de l'anab de l'anab de l'anab de l'anab تفهموا كيفية ترتب الانفرميات التي لديك تجعلهم يدوميني الخدمات التي تتحدث عنها كاملا بصحبه طريقة مختصرة بطريقة مختصرة بطريقة يفهم عليك وشي الخدمة التي تفعلها وتوصل الميساج لك وتوصل بميساجات التي خرجنا بها والأبجيكتف رانا حققنا جسبر تكون لقطة هادفتكم ولو بالقليل على الأقل تكون لديكم ايدي كيفية تزو تجيديكم شو يكفها تسخرجوا من المموار طويلة لعريضة هديك الحواج الأساسيين اللي تبرزنتوهم كاش ما عندكم دي كاسيون الحواج ما فهمتوهم شلاء ايضا ولا تلو مي لكن ما عارفت شانايا نجاوبكم رح انشاء الله نسي نجيدكم لنطاقي العباد اللي قادرين يجاوبوكم يعاونوكم فالا جود لك وربي وحبكم وشالله والسلام